فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال بعد ذلك أما قوله فاستمتعوا بخلاقهم ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله فاستمتعوا بخلاقهم قال بدينهم ويروى ذلك عن أبي هرير رضي الله عنه ورؤى عن ابن عباس أي بنصيبهم من الآخرة في الدنيا نعم وقوله تعالى فاستمتعوا بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم الخلاق فيه معنيان قيل معناه الدين الخلاق هو الدين وقيل معناه النصيب كما في قوله تعالى وما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب وكل المعنيين حق فإن الأولين من الكفار والمنافقين استمتعوا بدينهم أو بنصيبهم من هذه الدنيا فهؤلاء استغلوا الدين لمصالحهم استغلوا الدين لمصالحهم أهل النفاق أظهروا الإيمان وأظهروا الدين ليستمتعوا به في الدنيا ويسلموا من القتل والتشريد لأنهم لو صرحوا بكفرهم لنالهم ما ينال الكفار الأصليين فهم بدلا من ذلك لجأوا إلى الخديعة لأجل أن يستمتعوا بهذه الخديعة نعم والنصيب كذلك فالدين هو النصيب فالدين هو نصيب الإنسان من الدنيا والآخرة فالمعنيان لا يتغيران قال والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم جميعهم الذين قالوا إنه الدين والذين قالوا إنه النصيب فالآية تعمه وأن الكفار والمنافقون الأولون استمتعوا بدينهم أو بنصيبهم في هذه الدنيا فهؤلاء المنافقون مثلهم استمتعوا بخلاقهم ونصيبهم ودينهم في هذه الدنيا نعم وذكر قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة يعني نصيب نعم قال فإن الأول آية تعم ما ذكره العلماء جميعهم فإن الله سبحانه قال كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة وكذلك أموالهم وأولادهم وتلك هي الخلاق نعم هذا إذا فسر الخلاق من نصيب من الدنيا نعم فالدنيا هي نصيب أعطاه الله لمن يشاء من عباده فمن الناس وهم الموفقون من استعملوا ما أعطاهم الله في الدنيا واستعانوا به على طاعة الله فكان زادا لهم إلى الآخرة نعم ومن الناس من استمتع به عاجلا ونسي الآخرة وهم المنافقون الذين انشغلوا بالملذات والمشتهيات وتركوا العمل للآخرة فالاستمتاع على قسمين استمتاع حسن واستمتاع سيء نعم استمتاع الحسن الذي يستعين بما أعطاه الله من الدنيا على عمل الآخرة والاستمتاع السيء هو الذي يستمتع به عاجلا وينسى الآخرة نعم قال فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا ونفس الأعمال التي عملها بهذه القوة والأموال هي دينهم وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها نعم فهؤلاء قصر نظرهم على الدنيا فنالوا الدنيا ولكن الدنيا فانية نعم وأما المؤمنون فإنهم نظروا إلى الآخرة فاستعانوا بقوتهم وما أعطاهم الله من المال استعانوا به على الأعمال الصالحة فكان نصيبهم في الدنيا والآخرة لهم مستمرا